موسيقى مريم بوعد تورا رمز من رموز تورة التحرير الوطني هزت سلح دل الاستعمال الفرنسي كي كان عمرها 18 عام نزادت مريم بوعد تورا عام 1938 في نقاوس بولاية باتنا وجوزت كل صغرها في الأوراس من بعد رحلت معا عائلتها للصطيف وين دخلت للتنوية في العام الاخراني ديالها في التنوية وفي عام 1956 وجه الأفلان مع الاتحاد العام لطلبة نداء للإدراب جوبت مريم بوعد تورا للنداء مع العديد من زملائها وقررت حتى تحبس قرائتها وطلعت للجبل القاتل رحى في الميلاية التورية رقم 2 في جبل القل قدم سكيكدان وين تكون أول فوج نسائي تعلم جهدت مريم بوعد تورا بدت تخدم كمرشدة وممرضة تحاول المجاهدين والمجروحين وتتصل بعائلتهم وكانت هكذا تمشي من جبال لجبال ومن بعد حبت تكافح وتحارب بسلاح إما لدخلت مع لي كوموندو تاق سنتينة بجانب داودي سليمان لي كان المدعو الحملاوي وشركت هكذا مريم بوعدتورا في عدة عمليات عسكرية وين تعرفت بشجعتها وولا أسمها توري ياسمينة بالصح مع الوقت الاستعمال الفرنسي اكتشف هاد الخلية التورية اللي كانت تدير هجمة كبار بقسنتينة والقاوة تخبية ديالهم اللي كانت شقة في وسط المدينة بحيس دي مبروك الأعلى وفي ليلة سبعة جوان 1960 حاصرهم الجيش الفرنسي وما خلوا لهم حتى خرجوا المجاهدين حاموا على رواحهم بلق غوناد ولمتخيات وداروا ضجك به رحت للصباح حتى الجيش الفرنسي تير على العمارة بدبابة استشهدوا في هاد الهجوم العسكري زوج مجاهدين داودي سليمان المدعو حملاوي ومريم بوعدتورا وكان عمر هدنين وعشرين عام من حكاية الزمان الرحمة على شهداء الأبرار اللي بفضلهم اليوم احنا أحرار وكل شهيدة في الجنة شاء الله سعيدة ملقانا في قادة واحدة غراء جديدة